اول حاجة الحية انا عايز اتحك. عايز اعود اتحك كده لان في حاجات بتحصل من اه وقت نهاية المباراة وحتى الان تخلي الواحد يقعد يتحك يتحك بس بيعملش حاجة تانية. يعني يا جماعة السؤال هنا وهو سؤال للناس الاخصائيين في كرة القدم. وحضراتكم كلكم كل جمهور النادي الاهلي انا شخصيا باعتبروا اخصائي في كرة القدم. هو اي فريق بيتغلب? او اي فريق بيكسب? مش المفروض ان الفريق اللي قدامه اتغلب? ولا ولا انا بقول حاجة من وحي الخيال او بقول حاجة جديدة. طيب نادي الاهلي كسب نادي الزمالك في السوبر تلاتة اتنين. ده معناه ايه? ان النادي الزمالك اتغلب من النادي الاهلي تلاتة اتنين في السوبر. معلش يعذروني. انا لازم اقول كده. معلش يا جماعة انا اسف جدا اعذروني. لازم اشرحها واحدة واحدة. عشان الناس اللي مش فاهمة تفهم. كرة القدم عبارة عن اخطاء. كرة القدم اي حد لعب كرة قدم في العالم. في العالم. هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده. او ملعبش. حد بيفهم في كرة القدم. هيعرف ان كرة القدم دي اخطاء. كرة القدم عبارة عن اخطاء. او الاهداف اللي بتيجي في حضرتك. نادي الاهلي كسب نادي الزمالك في الموتش اللي فات. نادي الاهلي كسب نادي الزمالك ازاي? ازاي? يا متعلمين يا بتوع المدارس. كسب ازاي? هقول لكم كسب ازاي? تلات اخطاء. ممكن تبقى اخطاء في التمركز. اخطاء فردية. اخطاء جماعية. ولكن في النهاية اسمها ايه? اخطاء بتتسبب في اهداف للفريق. ولا انا غلطان? كلام اللي انا بقولوا ده غلط ولا صح? فاي فريق بيكسب? بيكون الفريق اللي قدابه اتغلب يا جماعة. واضحة. واضحة وصريحة. ما فيهاش اي آآ آآ ما فيهاش اي لابس. ما فيهاش اي لابس. فالاهلي كسب الزمالك تلاتة اتنين. بعد خمسين سنة ربنا هدينا وديكم طلط العمر. الشباب الصغير لو احنا مش عايشين الشباب الصغير هيطلع يقول ايه? سنة الفين وتسعتاشر. نادي الاهلي فاز على نادي الزمالك. تلاتة اتنين في كاس السوبر المحلي بتاع الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر. محدش هيطلع يقولك ايه? اصل النادي الاهلي لعب خمسة وستين دقيقة كويس قوي وبعدين لما تصاب الاتنين القلبي دفاعه فبقى عنده مشكلة فبالتالي نادي الزمالك آآ هجم على النادي الاهلي فجاب جنين دربتين جزاء واخطاء من لعبت النادي الاهلي. اخطاء من لعبت النادي الاهلي. فانادي الزمالك جاب جنين وكان من المفترض ان هو يكسب. مسلا يعني. ربنا يدينا وديكوا طلط العمر ونكون مع بعض على الشاشة لو انا خلنا بعد عشر سنين يعني الله اعلم الواحد ممكن يعيش ايه? ممكن في ثانية. لكن كرة القدر اصلا الواحد النهاردة يا جماعة معلش الواحد عنده حالة من الضحك الهستيري. ضحك هستيري. بنقعد نتحك 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 نتحك. ودايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم ايه? بقول لكم ان انا احنا هنا في النادي الاهلي مش انا. احنا هنا في النادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي. دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن النادي الاهلي. نتكلمش على اندية اخرى. نتكلمش على حد بيتكلم علينا او حد بيقول كزا ولكن فيه اشياء مضحكة. تخليك تقعد تضحك كده وانت قاعد كده ايه كل ما تشوفها عالتليفون او في اي حتة تشوفها عالتليفون كده تقعد تضحك تضحك مسلية يعني